موسيقى إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف شمال الأطلنطية النيتو يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمدادها بالأسلحة وأكد بوتين أن الدول الغربية لديها هدف واحد وهو تدمير روسيا للتحادية مجددا الدعوة إلى قيام عالم متعدد الأقطاب كما أكد الرئيس الروسي أنه يجب على بلاده الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف نيتو الذي يسعى إلى هزيمة روسيا تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلات أوكرانية بخيرسون ودونتسك وسط تقدم القوات الروسية على المحاول كافة بالتزامن طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي بمزيد من الضغط على روسيا بعد أن أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تدابير جديدة وعقوبات ضد موسكو مع استمرار المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية لسيما مع بداية السنة الثانية للعملية العسكرية الروسية كشفت السلطات الأوكرانية عن عشرات الضربات والهجمات الروسية الجديدة على مدن في الشرق والجنوب وبحسب الجيش الأوكراني فإن القوات الروسية شنت عشرات الغارات الجوية مؤكدا أن الجهود الهجومية الروسية ما زالت تتركز في شرق أوكرانيا الصناعي ومنطقة الشمال الشرقية هذا وتواصل القوات الروسية إحكام قبضتها على بخموت وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلات أوكرانية في خيرسون ودوناتسك وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور وعلى الرغم من حصول أوكرانيا على أنظمة الدفاع الجوية ذاتية الدفع المضادة للطائرات من الشركاء والحلفاء الغربيين إلا أن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اعتبر أن هذه الأنظمة ليست كافية للدفاع عن بلاده من هجمات الصواريخ وطائرات المسيارة الروسية مطالبا الدول الغربية بدعم بلاده بمزيد من الأسلحة يأتي ذلك فيما وصل الرئيس الأوكراني فولدامير زيلينيسكي المطالبة بالمزيد من الضغط على روسيا بعد أن أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية عن تدابير جديدة وعقوبات تهدف إلى مزيد من الضغط على موسكو أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش ضرورة الاستثمار في تعافي أوكرانيا وإعادة بنائها وأشار جوتاريش إلى أن الأوكرانيين يعيشون في جحيم وأن نحو 17.6 مليون شخص أي ما يقرب من 40% من سكان أوكرانيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية مضيفا أن عدد اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا وصل لأكثر من 8 ملايين شخص بينما نزح 5.4 مليون شخص داخل أوكرانيا كما تتعرض البنية الأساسية الحيوية للهجمات إذ دمرت أنظمة المياه والطاقة والتدفئة في ظل شتاء شديد البرودة